بسم الله الرحمن الرحيم محزبت التكاليف والإدارية اثنين الوحدة الثالثة المقياس المتوازن للأداء وتحليل الربحية الاستراتيجية البالانسد سكور كارد عند استراتيجيك بروفيتابلتي اناليزيس محتويات الوحدة الشق الأول من الوحدة المقياس المتوازن للأداء بيشمل في هذا القسم المؤشرات المالية هل هي كافية المقياس المتوازن للأداء مدخل المقياس المتوازن للأداء ما هو المقياس المتوازن للأداء لماذا المقياس المتوازن للأداء المنظورات الأرباح أهداف المقياس المتوازن للأداء الخطوات المهنجية لتصميم المقياس المتوازن للأداء احتياجات المقياس المتوازن للأداء مزايا المقياس المتوازن للأداء مكونات المقياس المتوازن للأداء الشق الثاني من الوحدة تحليل الربحية الاستراتيجية تتضمن تحليل الربحية الاستراتيجية المفهوم والتقسيمات تحليل ربحية المنتجات تحليل ربحية العملاء المقياس المتوازن للأداء Balance Discord Card مقدمة تعددت عوامل النجاح في بيئة الأعمال الحديثة مما أثر على مقيس الأداء وأصبح من الضروري تجميع عدد من العوامل والمؤشرات في مؤشر واحد مركب أطلق عليه المقياس المتوازن للأداء Balance Discord Card أو ما يسمى بطاقة الأداء المتوازن ولذلك كيف يمكن معرفة مدى نجاح مشروع معين يتم ذلك عن طريق قياس أداء هذا المشروع وبالتالي فإن الغاية من قياس الأداء هي تحسين أداء المنشأ اتنين الوقوف على أدلة تظهر حالات التحسين والتقدم وتوثقها ودراستها ثلاثة ضرورة أو ضرورية لأحداث التغيير من خلال معرفة نقاط القوة والضعف في الكيان المؤسسي موسيقى